نمرة اتنين انا اما اجي اتكلم على المنتخبات وده اقول نافل المقدمة اللي انتو سمعتوها لازم تعرف قيمة النادي الاهلي مع منتخب بلدك اللي عمل لك انت بالتحديد اسمك ولعبته ودورهم ونجحتهم لازم تبقى عارف كده كويس قوي وان كنت ناسي افكرك وان كنت نسيته اللي جرى هتدفاتر تنقرة من اول سبعة وخمسين وتسعة وخمسين وستة وتمانين وتمانية وتسعين والفين وستة والفين وتمانية والفين وعشر عشان تبقى عارف يعني ستة وتمانين قد الناجم طهر ابو زيد هدف هزي البطولة واللي قبلها في كدفوار وحتشوف الحارس العظيم سابت البطل وهو بيتقلق في صد ضربات الجزاء ونتوج بالبطولة ما كنتش فكر ادي مصر والجزائر مباراة الاخيرة في تصفات كأس العالم الحاسمة والفاصلة امام الجزائر والهدف وحسام حسن نجم النادي الاهلي وهو بيسجل ومصر تتأهل الى كأس العالم ما كنتش شايف ما كنتش عارف ادي الكورة وادي حزم امام وادي حسام حسن نجم النادي الاهلي في هذا الوقت وهدف هذه البطولة كتير بقى اضحكي لك واوصف لك واقول لك واغني لك وانت بالتحديد تاخد بالك انه لو لا الاهلي لا كلك لا اسم ولا لون ولا طعم ولا كيان ولا شاء وبعدين انا احب اللي اتكلم على الاهلي وعلى عبت الاهلي يكون له يعني ايه تاريخ عظيم يعني في المنصبه في مركزه هكذا يعني في الرياضة في كرة القدم يعني ولا انا مش واخد بالي اعتقد ان انا هنا بتكلم صح وبقول صح الصح يعني فهنا هنا بتتكلم على التاريخ على الناس فيه ناس يا جماعة قسما بالله ملمسة الملعب رجلها ملمسة الملعب كلعبة كرة فريق اول ولو لثانية ولو للحظة وبيتكلموا بيطلعوا بيقولوا بيحللوا وبيحكوا وهكذا يعني النادي الاهلي يا جماعة هو دائما وابدا بيترفع عن الردود على اي حد وده هنسمعوا من الكابتن محمود الخطيب لما في احدى المناسبات اتكلم وقال الاهلي كيف يضار